مقصرة الإقصاء من عملية الترحيل التي بشرت في تنفيذها ولاية الجزائر بحر الأسبوع الماضي شملت ما يقارب ألف عائلة من حي الرمل أكبر الأحياء الفوضوية بالعاصمة ليجد أنفسهم تائهين في وسط الظلام بين بقايا بيوت أوتهم لسنوات طويلة هذه الوضعية هزتنا بزبزبزف رأنا مرميين كبارك وتشوفوا فينا في الشارع مرحمونا معطاولنا حقنا وها هم الوتائق ديولي بلي أنا مرانيش مستفادة موكالة العدل والراتب بتاعي ما يسمح ليش ندي وهيلك وهذه شهادة المقيم بلي كنت مقيمة وهذه شهادة الوليدي بلي هنا عنده الكوارت أحسن هؤلاء حالا من يملك سيارة يحتمي بها وعائلتها من كل مكروه تدخل الولي وإعادة النظر في وضعهم مطلب هؤلاء لم يخفي المقصونا من عملية الترحيل التي شملت حي الرمل نيتهم في إعادة بناء بيوت فوضوية في حال عدم استجابة السلطات لمطالبهم ما يعني أن هدف الدولة في القضاء على مثل هذه الأحياء لن يكون سهلا تحقيقها يقولوا 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 يقول